اشتركوا في القناة 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 الجوازة دي بيتقابلوا الاول هم الوحديهم ببقوا برة البيت وعلى فكرة مشاهير عالم كتير قوي اتعرفوا على بعض بالطريقة دي يعني من نجوم المشاهير يعني انا عايز اقول ان الطريقة دي مش عندنا في مصر بس او في المطن العربي بس لأ ده كمان في العالم كلها ومن الفرس ديت او الديت اتبنت قصص كبيرة جدا وتحولت لقصص حب نكحة جدا طيب النهار ده في حلقتنا هنتكلم على الظاهرة دي اكتر هنعرف ايه مميزاتها ايه عيوبها يعني ايه الحاجات اللي المفروض اعملها ايه الحاجات اللي ما ينفعش يعني انا اعتقد ان الفرس ديت ده برضو هيبقى فيه اسئلة تتسئل وحاجات لأ المفروض اقول ايه وما اقولش ايه طيب هل فعلا الفرس ديت ده او الديت اه 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 انجح من لما يكون الاهل قاعدين كلهم في القعدة وانيهم بصة على العريس والعروس تحس ان هي قعدة مامته قعدة واخدبلها من كل تفاصيلها يعني ان هم يبقوا الوحديهم بره ده احلى انجح ولا ايه هيكون معايا في الستوديو الكاتب والسيناريست وليد خيري بس قبل ما استقبل ضيفي معايا تعالوا نروح مع بعض نشوف تقرير صورته كاميرا يحكى ان مع اللايف كوتش وخبير التنمية البشرية تامر شلبي سألنا نصايح للشباب والبنات بخصوص الديت يعني ده ايه 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 شكله بس احنا هنحاول يعني ايه نخترق الموضوع ده نشوفه ايه ناجح مش ناجح ينفع معانا ولا ما ينفعش تعالوا نشوف طيب خلينا نبقى متفقين ان المشكلة كلها دايما بتحصل من وقبل الاولانية ليه لان كل واحد فيهم بيبقى عايز يبقى يظهر احسن معاندهم وفي الغالب ما بنبقاش على طبعتنا وهدي اكبر مشكلة فاول نصيحة لازم اقولها لأي حد بيقابل او بيتعرف على حد الاول مرة ان لازم تبقى على طبعتك وتبقى على طبعتك لان لو العلاقة ابتدت بعدم الشفافية وبعدم الصراحة وكل واحد بيظهر احلى ما فيه بتبقى مشكلة لان بعد كده بيحصل فجوة كبيرة او لما بنكتشف العكس يعني اولا يحبز حسب هل هم اتعرفوا على بعض او هيتعرفوا على بعض من خلال زي ما احنا وغدينها اللي هي هي هيبقى لقاء من خلال الاهل وده هيبقى في البيت ففيه شوية تفاصيل لازم رجالة بذات تاخد بالها منها وهي رايحة رايحة لابسة ايه وغدة معها ايه بتتصرف ازاي احترامها للأب والأخ لو فيه اخ موجود الكلام يبقى موجه لهم اكتر بيبقى موجه لها العكس برضو على الطرف الاخر هي بتتصرف ازاي بتتعامل ازاي كلامها ازاي ردود افعلها ازاي ده لو في البيت لو هو برا البيت وده اللي بيحصل دلوقتي يعني هو هشائع دلوقتي ما بقاش فيه ابو وامو واهله خلاص بيتعرفوا على بعض بلا اول مرة فمن الطبيعي انه لو هيعودوا في moyens ما يبقاش في اسئلة كتيرة ما يبقاش الموضوع منتحان ما يبقاش موضوع تحقيق ايبقى اكتر هما بيتعرفوا على بعض يبقوا على طبيعتهم زي ما انا قلت لان مهم جدا كل واحد يبقى على في طبيعته أنا عارف أن كل حاجة دلوقتي اختلفت وبقينا نشوف أنه ممكن قوي أن يشاروا الحساب مع بعض أو ممكن قوي نلاقي أنه يسيبها هي تدفع ودي الحاجات للأسف اللي إحنا البقينا نشوفها مؤخرا بس لا ده أصلا إحنا الرجالة برضو المصريين فينا طبع الكرم فلازم نبقى عارفين ده ده من غير كلام ويحبز التبال الأعدة الأولانية ما يبقاش فيها أعداد ما تبقاش أعداد إيلة ما يبقاش فيها أكل ما يبقاش فيها عشاء لا لا بالعكس هو ما بيشربوا حاجة بيتعرفوا على بعض والأهم من ده كله أن هما الاتنين لازموا على طبيعتهم وبأكد جدا على الحتة دي وفي شوية حاجات كده بتبان بقى البخل، النرفزة، الشك في الأسئلة بيبان كل الحاجات دي ودي صفات بتبقى صحبة أوف وما بنفعش نخبيها مهما تجملنا علشان كده بقول مهم جدا أن نبقى واغدين بالنا من الصفات دي ولو ارتضينا بيها ما نجيش نلوم حد بعد كده برجع للكم تاني مشاهدينا ولسا مكاملين معاكم حلقتنا وزي ما قلت في بداية الحلقة معايا النهاردة ضيفي اللي معانا في الستوديو الكاتب والسيناريست وليد خيري أهلا بحضرتك سيزالي أهلا إمان أهلاك يا وليد بعلا طول إحنا عادين معاك بنرغي قبل الهواء وساع أخبارك إيه؟ إزاي كايمان بنورنا فيوح كان مرسي النور ربيكم أنا عارفة أن أنت ميولك متعاطف مع السيدات والفتيات المصريات الجميلات فإحنا هنتكلم بقى بصراحة خلينا في البداية بما أن موضوعنا النهاردة عن الفيرس ديت اللي أنا شايفها هي موضة يعني جواز السالونات بس ستايل شوية يعني على مدرن شوية فعلا هو جواز سالونات ولا عشان هما بيتقابلوا بره فده بقى حاجة تانية لا هي الإنسان دايما دايما طول الوقت من بدء الخليقة بيبحث عن الشريك بيبحث عن الشخص اللي يقدر يشاركه حياته ويومه وتفاصيل يومه بتتطور تبقى للمعطيات يعني إحنا كل حاجة بنستخدمها في حياتنا هنيجي عند الجزء الأهم اختيار الشريك مش هنختار وسائل جديدة للتواصل يعني فكرة إن إحنا نتقابل نتقابل بره أنا باعتبارها ينوع من الامتداد للسالونات يمكن أصلا الناس ما بقتش بتستقبل حد دلوقتي في بيوتها مالوا السالون بتاع البيت قال لأ مثلا السالون البيت قال لأ مالوا السالون اللي ستت مكلفاه وكل سنة تجدد وتعمل جمعيها عشان السالون يبقى كده قد المقام لما يجيلي العريس هو جواز السالونات ده لو سمناك كده هو يعني هنقسم نصين الجواز مش الجواز يبنى أحيانا على أساس عقلي وأحيانا على أساس عاطفي أو يجمع بينهما هو جواز السالونات ده هو الجواز العقل العقل بيسموه جواز العقل يعني تقريبا الجواز العطفي بقى اللي هو بقى فيه ديت وفيرست ديت وديت كتير وحاجات كده ديت كتير ومشاكل كتير وحضن كتير وكلام كتير وكلام كتير يعني هي الملفة إيمان حاجة غريبة جدا إن احنا في الزمن وكنا بنتكلم أنا وانت في الموضوع ده في زمن تخمة التواصل مش وسائل التواصل بس تخمة التواصل في قلة مقفة التواصل يعني الناس مش قادرة توصل لبعض ودي حاجة ملفتة جدا أنا أقولها لك زي ما قتكلمنا فيها off air يعني أنا كنت لسه بقول لي وليد بقول له قد إيه الانفتاح اللي احنا عايشين فيه قد إيه الانفتاح الناس كلها مسكة الموبايل على الفيسبوك إنستجرام كل وسائل السوشيال ميديا اللي عايز يتعرف على الحد بيتعرف عليه واللي عايز بيبعث له بيبعث له ميسج واللي بيكلمه بيكلمه بعض فيديو كونه كونه كل حاجة تخيلوا بالرغم من الانفتاح الجبار اللي احنا فيه ده فيه أبليكيشن للجواز عليها خمسين مليون راجل وسط عايزين يتجوزوا يعني أنا قلت لما يبقى فيه الانفتاح ده الجواز سهل لأ ده تلا إن دلوقتي الجواز بقى صعب ودي بقى التوليفة أو التركيبة الغريبة في الموضوع طب ليه بالرغم ما كلنا بنعرف نكلم بعض واللي مش عارفين نتجوز قوة ده في تعبير كده شعري شوية هذا الزحام لأحد يعني كل الزحام ده اللي ممكن الإنسان يبقى الفون بوك بتاعت التليفون بتاعته مليانة ألفان خمس تلاف رقم والفون لست عنده خمس تلاف وعنده الفون ورز 20-30 ألف في النهاية هذا الزحام لأحد لأحد حقيقي موجود في حياتك لأحد عارف تفاصيلك بالزبط لأحد يشاركك التفاصيل أكثر مشاركة دلوقتي إن أنا أديك هارت أو بيج لايك أو يعني على حدث كبير في حياتك يعني ممكن حدث كبير في حياتك أنا أعملك لايك عليه أو أعملك هارت أو بس يعني فرقة المشاركة الفعلية يا زحمة على الفادي أيوة يعني فعلاً إحنا بنشارك زفة كدابة زفة كدابة مبرافو عليك يا وليد كده بتدينا الفوق هي الزفة الكدابة هي الزفة الكدابة أيوة أنا ممكن أشارك الناس أنا اللي بختار بشاركهم في إيه بحطوا بوست حلو فستان شاك وفي الدعاء كمان لا في الدعاء في الاختيار يعني الناس ما بتحبش تشارك مشاكل الناس ما بتحبش تشارك الخيبة بتاعتها يعني بالبلد يعني أنا ما حط هقول سلام وأنا ما بتاع ممكن أنا ما كونش في أحسن موت ممكن ما كونش كويس ممكن تحط إن هي وجوزها في أحسن وقت وهي مش في أحسن وقت معي ممكن تكون حطة ده عشان حصة في مشكلة بينه وبينها فهي عايزة تقول للناس أو تقول للستات الأخرات أو هو يقول إنه إحنا كويسين في جزء من الدعاء فالطريقة لأن الناس تتقابل دلوقتي أو تعمل ديت أو برا أنا شايفها طريقة مسيئة وخاصة أنا باعتبرها هي امتداد لعرفة الفرح عرفة ما الناس كان زمان تروح فرح فيبقى فيه عريس وفيه عروس وبنات ويحصل الجوازات من كده ده كان زمان الفرح كان بنات العيلة تلبس أحلى فستين ليه؟ لأن هي عرفة إنه من الفرح ده هيجي لعريس متشافة كويس متشافة فيعني أنا لازم أبقى أمر ونفس الحكاية شباب العيلة لكن الأفراح تلوقتي مش عارفة ليه ما بتجيبش أرسال لا لا أقولك حاجة بقى انت عرفة بقى بيعملوا حاجة شبه الحاجة دي بس عندهم مختلف شواء اسمها حفلات العزوبية يعني الناس بيعملوا حفلة كبيرة فيها مجموعات زي بالوقت عشان يحصل ماتشنج ده أنا بشبهها دلوقتي زي الأفراح زمان زي صلاة التاريخ لما الناس بيصالوا صلاة التاريخ عشان الأم تشوف بنت بتصلى التاريخ طب إيه؟ عشان ابنها يعني قصدي قصدي ليه؟ ليه بننفر من الحاجات أغم أنها مستحدثات زي الخطبة زي مكاتب الزواج زي كل المواحل دي ما الخطبة دي كان بتعف كل المعلومات عن كل الأسر وبتوح بتديهم الداتا اللي هي دلوقتي بتوفها مثلا مواقع التواصل الاجتماعي بتوفر ديتا طب إحنا لو لسه بقفين على الفيرس ديت أو المعاد اللي هو بيتقابله فيه الأولاني اللي بيبتدوا يتعرفوا على بعض فيه ما هو برضو نفس المشكلة إن أنا لما قاعد معاه واللي هو يقعد معاه ما أنا هقول الحلو اللي فيه بس وهو برضو هيلبس ماسك الجمال والوجولة والشاهمة وكل حاجة طب الفيرس ديت ده ما هو زي معاد اللي هو الجواز السلونات اللي هو بيعوده في البيت أقصد هل بيختلف ولا إحنا بقينا عندنا صراحة أكتر كشباب وبنات إنه بيتكلموا في اللي فعلا بيديقهم اللي هي عايزة واللي مش عايزة هو مستو شوية إنه بيبقى فيه مساحة إن الولد والبنت يتكلموا حتى لو الأهل مثلا في النادي وجنبهم بس يعني دايما أنصح لو هيعملوا كده يكونوا الأهل مستمعين الحوار يكونوا شايفين بس مستمعين لإن ده بيدي فرصة للشاب والفتاة اللي هم مقبلين على الزواج إنهم يتكلموا براحته طول ما الإنسان هو مش مستمع براف يتكلم براحته براف يكون طبيعي بس يعني هم عليهم شايفينهم دي فكرة الفكرة التانية إنه هم لما بيعودوا مع بعض مهما كان فيه دعاء ومهما كان فيه قناع فيه حاجات هتباني يعني لازم لازم تكون البنت قاعدة وعندها الحد الأدنى من اللي هي هتقبله وما تقبلوش مش قاعدة يعني إيه مش قاعدة فتحة الاختراض كلها لا هي بتقول أول ما هلما حاجة معينة مكمل عادي وكذلك الشاب يعني 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 مثلا أيوما هي قاعدة قدامه هي عارفة هي مستنية تسمع ايه أو تشوف ايه الحاجة اللي ترضيها اللي هي حاجة بتدور عليها هي كمان يعني كان فيه بنت كابة على الفيرس ديت بتقول لك أنا مواصفاته كلها بيرفكت يعني كل حاجة حلوة ونفس الحكاية فعمل الفيرس ديت ونزله وتقابله بعض قالت لك أنا رفضت له هريس لحالة واحدة بس تخيل ايه وليد؟ ايه هي ايه بقى ايه بقى قول لنا الحالة الواحدة دي انه ما لقيتش الصفات دي مثلا اللي هي كان بيقولها قالت لك أنا نص القاعدة ماسك الموبايل وباصص في الموبايل اكتر ما كان باصص لي بزرطة انا تخيلت حياتي اللي جاية انه مش هيهتم بي وانه ده شخصية مع نفسه يعني فمش ده الراجل اللي أنا مستنيا يشاركني كل لحظة في حياتي بزرطة 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 يعني بس هي زكية على فكرة برافو البنات لازم لازم تبقى وعية انه لما يبقى ماسك موبايل في فرس ديت امان هيعمل ايه بعد ما يتجاوز دي القواعد بقى ايه القواعد اللي انتي تاخد بالك منها او البنت تاخد منها او الشابة حتى في اول لقاء فيعرف ان الحاجات دي فيها مشكلة زي القصة دي فعلا طب ايه تاني يقول لنا يا وليل فكرة انه هو بيتحرك كتير او بتتحرك كتير وما بيتوجهش بالعيون التواصل الاشخاص اللي بيتحركوا كتير وبيودعونهم بعيد على الاشخاص يا اما خرجلين بزيادة وده برضو مش مستحب يا اما بيجذب والكذب على فكرة سهل قوي اكتشافه بيسموه البادي لانجوش اه يقدر يشوف الشخص ده بيجذب امتى يعني مثلا لما الشخص يكون هيجذب مثلا في مسلي كده اه يعني مثلا فيه جزء في المفخة لو انت دلوقتي هل بتكذب عليك اه هكذب عليك اولك على حاجة احنا دلوقتي فرس ديت اوكي خلينا فرس ديت دلوقتي انا ولي اوكي انا دلوقتي اولا لازم اكون متجه بكل ناحيتك او انت ناحيتك في اقبال حركة الجسم اتجاه الجسم نفسه بيحدد احساس الشخص ده ومدى قبوله ليكي او مدى قبولك ليه يعني مثلا لو الاقدام في اتجاه بعض ده نوع من انواع القبول التوافق اه التوافق فيه جزء العين لو هو هو بيحكيلك وعينه واحد ناحية الشمال فده ليه مدلول ولو عينه واحد ناحية اليمين وهو بيفتكي حاجة فده ليه مدلول العين ناحية الشمال ده معناه شيء من الخيال لانه الفص هنا بيشتغل على الخيال فيه هنا فص الزاكرة وهنا فص الخيال فهو لو بيقولك بيحكيلك حكاية ولحظيها في الحوار العادي مع الناس لو هو بيحكي حكاية وواحد الحكاية وواحد اتجاه عينه كده عينه يعني كده وبعدين كده فاعرفي انه هو بيقول حاجة من خيال وما حصلتش بيستدعيها من الفص بتاع الجزء اللي يخص الخيال لو انا بحكي وعيني قاحت او هو الشخص يمين فهو بيحكي جزء من الذاكرة يعني حاجة حصرت بالفعل يمين انا كبادي لانجوش انا جسمي يعني راح كده وراح كده ولا العين اتجاه العين يعني بصي بصي فكري كده افتكري حاجة حصرت في حياتك افتكريها وشوف اتجاه عينك هيروح ازاي وتخيل حاجة قصة كده هتلاقي اتجاه العين ده بيحدد لانه المخ فيه فصين في المخ فيه فص ليه علاقة بالذاكرة وفيه فص ليه علاقة بالخيال طيب يبقى احنا عرفنا برضو انه لما يبص عينه تيجي يمين يبقى هو صادق اي واقع يو بقى بيقول حاجة حقيقية لاحظي بقى لو عينه جات شمال يتخيل مع نفسه بقى وعايش في الخيال والخيال العلمي صح كده بيحكي حاجة مش حقيقية موضوع مهم قوي بقى احنا هنطلع فاصل وورقة وقلم يا ست الكل وتكتبي ورايا بعد الفاصل تعرف ازاي الراجل ده حقيقي ولا مش حقيقي في الفيرس دي خليكم معايا ولسه في موضوعنا وموضوع حلقتنا النهارده الفيرس ديت لو انت رايحة فيرس ديت او ديت رايحة تتعرفي على شاب عموما من الاخر يعني بنية الجواز فانتوا قاعدين مع بعض الاول مرة ففيه شروط وفيه بادي لانجوش فيه علامات بتبلك الشخص ده حقيقي ولا فيك وراء او قلم مكتبي ورايا تعالي احنا قلنا او الحاجة الحاجات اللي تثبت ان قدامك قد ايه مهتم قد ايه متعلق قد ايه عنده طاقة انجذات ناحاتك يعني عل اقل بني اديكه اقرب الحاجات اللي تساعدك وبرضه احساسك هو الصح في الاخر عينيه تجي مين يبقى صادق تم farm editor لك وكداب إنه هو زي قلنا حركة الجسم يكون بالتجاه يكون مركز انتباهه تماما معك يكون بيسمعك قوي يعني ما يعنيك يعنيه يعني مثلا ممكن تكون بتحكي حكاية لحد فتلاقيه تشتت كده الحكاية دي أنت أكيد بتحكيها في اللقاء الأول اللي هو مثلا مدته ساعة أو ساعة ومص مهمة جدا لأنك بتحكيها في اللقاء الأول فمفروض يبقى هو معنى بالتفاصيل لا هو سرح الشرد منك فهو ده معنى ما يمكن أنا مملة لا لا اسلوب مملة لا ما هو حتى أنت لو هتحددي يبقى أنتو مفيش توافق إحنا هنا مش بندين نهية ولا هو إحنا بنقولها مش هينفع بينهم ماتشنج مفيش توافق بينهم طيب يعني أنا وأنا بتكلم هو سرح هو سرح فهو مش مركز هو بيفاكرة في حاجات تانية هو مش مدي المقابلة كل الاهتمام الكافر الجزء ده مهم الجزء التاني اللي أنا بعتقد أنه مهم جدا أنه الراجل بيحب بعنيها والست بتحب بوزنها فهو لازم يكون بيسمحها كويس وهي لازم تكون مظهرها كويس جدا لأنه دي نقطة مهمة يعني هو أول حاجة هيبص هيبص على الشكل والمظر هي عايزة تشوفه بيتكلم إزاي بيسمحها إزاي فالجزئية دي برضو أنا بعتبرها من الأجزاء المهمة جدا الراجل السميع فرصته هيلة جدا جدا في اللقاء الأول لو بيسمع كويس لو بيستقبل كويس هيعنده فرص هيلة بغض النظر عن أي حاجة يعني دي مجزئيات المهمة الست تكون مهتمية بشكلها ومظهرة لأنه ده هو اللي بيجزب الراجل في المحلة الأولى احنا بنتكلم عنه أول مرة ايوه اسمعوا بنات عشان فيه بنات تلوقات اليومين دولك لا لا أنا روح عادي كده كجول وهو إذا كنت عجبه كده عجبه مش عجبه هو حر لا هو لازم يشوفك أنسة حلوة يعني أنا برضو بقول ده للبنات يعني من الحاجات اللي بيقوله لا لازم تهتمش بالشكل لا لازم تهتمش بالشكل ماما عشان تتجوز بالضبط مش هتروح بلبس الجم مثلا أول مرة يعني دي 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 حاجة مهمة بالنسبة له الملحاجات اللطيفة كمان إنه رجالة في التوقيت ده بيبقوا بيبقوا مقبلين جدا وعاطفيين جدا جدا وبيبقى حنانهم عشرة أضعاف حنان الأمة في القعدة دي ما شاء الله عليهم بحلقة البدايات تبقى جميلة كده في رجولة طغية وفي مشاعر طغية وممكن بس اللي هو ترزان هو ترزان في الفيديو بس بقى من علامات الاهتمام الحقيقي إنه الرجل يوصل في المعاد قبلها يعني أنا بقول للشاب كون حريص إنك توصل قبل المعاد بعشر دقيق لأنه ده مهم عشان ترتب المكان يبقى عندك إحساس اختار مكان كمان مفتوح يعني الأماكن المقفولة لو مطعم مثلا مقفول وشموح وحدي لا لو مطعم مطعم اللي هو الرومانس الكلاسيكي ده برضو بيدي إحساس إنك رايح في حتة معينة فبيدي إحساس إنه التوتر أيوة برافو أي التوتر والجهزية دي اللي هو أنا مفهودة أقول كلام بقى هادي شاعري بالجو الشموعة ده فبتلاقيه مش عارف يخذ ولا يدي إنك بتجهز نفسك وأنت مش عارف فالكلام مش بسعفك فحسس برتبك خلي المكان مفتوح خليه مثلا مكان فيه خضرة مكان فيه تقدر تشوف حاجة مكان مفتوح مساحة مفتوحة ده بيدي إحساس بالانطلاق بيدي إحساس بالحراية في اللقاء في الحوار نفسه مش حوار هيبقى نايم جوه مكان مقفول وحاجات زي كده أنت وصالي في المعادة بالزبط يعني من أبسط قواعد الاتيكيت إن الراجل يرسل الأول يعني برضو ما تبقاش جاي بقى ويقورك مليون حاجة وجاي متلخبط يعني اعمل همية للمعادة لأنه هيفرق مع البنت هي هتحسنك منتظرها طب تيجي بنت تقولك طب أنا لو رحت في المعادة بالزبط هيقول إن أنا مرمي عليه وما سدقتي يجي لي عريس وما فهو ده تأخر لي شوية ربعاية ولا حاجة يعني أنا هندي البنات يعني يا وليز يعني يعني أنا تتأخر ربعاية ولا حاجة عشان تعود بعد كده ما يجي ومزيله سوا إنه هتكون متأخر شوية بس أنا بقصد الراجل تحديدا في الحتة دي الراجل لازم يكون حريص على معيده على فكرة من علامات المهمة جدا عند الراجل المعادة يعني أنا بقى تبر ليه بقى؟ المعنى دي بس الحتة دي مش بقى المعادة إيه القيمة الأساسية اللي بيتلاقيها الست في الراجل عايزة إيه في الراجل رقم واحد؟ مسؤول ببرافو عليك هي بقى الالتزام كلمة الالتزام الأوسع بقى شوية الالتزام هي الصفة الأساسية اللي مفروض تبحث عنها الفتاة في القعدة الأولانية دي ملتزم في معاده ملتزم في كل حاجة ملتزم في الكلام ملتزم في ألفاظه بيقول ألفاظ بينطقي ألفاظه فتحس أنه الالتزام ده ماينطبقش على الستة يا كمان؟ ليش؟ لا أنا هقول الجزء اللي يخص الراجل هو هو الجزء الالتزام ده جزء أساسي لو الراجل مش ملتزم معناه أنه هو زي حركة الموبايل دي معناه أنه مش ملتزم تجاهها هيبقى يهمل في أدواره هيسيبها بعد كده لو اتجاوزوا بولادهم هي اللي توادي التمارين وهي اللي تجيبه يعني لما ييجي في معاده قد كده دي إشارة كبيرة جدا أن الراجل ده بعد الجواز هيبقى مسؤول؟ آه طبعا طبعا ده جزء من المسؤولية طبعا على فكرة يعني دي إشارة كبيرة آه آه قيمة الموعيد دي محترمة جدا في البلاد المتقدمة لأنه ده معنى حقيقي وفي الحياة هي الوقت طب احنا نروح لنقطة أهم هل المفروض هل من المسموح أن في الديد ده أتكلم عن الماديات؟ لأ طبعا طبعا طب ليه بقى دي كاسة بقى جوازي للوقت البنات بقى يقولك إيه أنا مضمنش أنا لازم أقوله من البداية أعرف مرتبه كام بيشتغل إيه عنده بيت ولا لأ ما أنا هفضل بقى أنا أدخل العلاقة وأحبه وأهضر في وقت وصحة ومشاعر وفي الآخر ما يطلعش مستوى كويس لأ دي حاجات ما تتسائلش في الأول خلص في أول مرة ممكن تيجي حتى يعني مثلا الماضي من الحاجات ما تسائلش أول مرة الحاجات اللي لها علاقة بالماديات مش من الحاجات اللي تتسائل أول مرة ليه؟ طب الراجل يفتح هو الكلام من غير ما هي تسأله يعني مفهود هو اللي يقول عندي كذا بس لأ بس أنا بحس أنه الطريقة دي هي مش أفضل عرض يقدمه الراجل صدقين مش أفضل عرض يقدمه الراجل الجواز في أول مرة تخيلي مش أفضل عرض يقدمه العرض المادي لا هو يقدم شخصه لأنه هو ده الأهم لو شخصه كويس هتبقى فيه خطوة تالية إنما ممكن البنت تحسى عقب إيه؟ لا أنت فاهم الموضوع غلط يا وليد لا لا هقولك هقولك تفاهم الموضوع غلط لا لا هقولك الشخص أهم آه بس أهم برضو أنا إزاي؟ ما هو ده هييجي طبعا طبعا ماشي أنا موافق أنا موافق هل هو عنده بيت هل هو يعرف يبتح بيت هل هو مشتغل والمشتغل طبعا طبعا بس هل هي قعدة واحدة هي هتحدد الشخص علاقته بالشخص الأول أنا بحكم على الشخص الثاني حاجة الحاجات المادية دي ما أنا جايز أصلا الشخص ما عجبنيش مش مهم الحاجات دي آه بالضبط يعني بمعنى إيه لو هو قال للحاجات دي وهي مش حساة ومش حساة ما وصلتش لوحه أو شخصيته صح هتحس أنه هو عفوا بيتنطط بالحاجات ودي حاجة مش لطيفة هتوصلها إيه أصلا عندي مش عيب بيت فين والعربية بتاعتي إيه هتحس بأداء كده كأنه جايش تريح كأنها سلعة مش بالزكاء مهم بس مش دلوقتي أوه ممكن تتقل بطريقة غير مباشرة آه ممكن تتلاقي بطريقة مباشرة بطريقة زكية أنا مثلا ما فكرتش في الجواز غير لما ابتديت مثلا أعمل البيت واشتريت بيت يعني هم يجبها أماكن الزعمة في خط مش عايب في مكان بعيد شوية أماكن دي يعني ممكن يقول ده بس مش لو هو المين بتاعه ده هي ممكن في اللحظة لو هي مش قادرة تلقطه بص إحنا في القعدة اللي أقولها بنبقى بما عايزين نلقط الشبكة بتاع بعض يعني ببساطة كده والسيجنال دي يجي اه السيجنال دي تجي ازاي أيوة أنا قاعد السيجنال دي بقى قوي لو هو ما لقيتش اهتماماتها ما لقيتش الحاجات بتحبها طريقتها وهي كمان مش هيبقى في شبكة بينهم مش شبكة التواصل فبالتالي مش هيحصل أي تواصل بينهم يعني هو الهدف في القعدة دي انه كل واحد بيلقط الحتة للشبكة الحتة بتاعتين اللي بتلمس اللي بتلمس التلميس بقى بمناسبة التلميس ممكن الناس يقولك الله ده عندهم اهتمامات مشتركة شبه بعض فدول هيلين هل الناس اللي اهتماماتهم مشتركة بيحبوا نفس الحاجات هتحب عندهم فرص فرص وعيدة لا مش شرط خالص كلامك صح يعني مش شرط خالص ده ممكن يبقى واحد جاي من الشمال وهي من الجنوب وهو ميوله حاجة وهي ميوله حاجة ويبقى فيه توقام روح كده يعني فيه توقامل اللي هو بيسموه التكامل لا ليه بقى مش عشان بس ان الحاجات اللي شابها بعض بتتنفر لا لا الكلام برضو ده مش دقيق تمام عشان الجوهر اللي ورا الاهتمامات بص الحتة دي ممكن ما حدش تكلم فيها خالص معنى ايه هي بتحب الصفر وهو بيحب الصفر اوكي ايه ده الله ده احنا من هوات الصفر بقى وانستمت لا الجوهر اللي ورا الصفر ايه هو بيحب الصفر عشان هو شايف ان الصفر ده ممكن يعمل بسنس هايل يعمل شغل هايل هي بتحب الصفر عشان تكتشف اماكن جديدة او تعمل شوپنج او تعمل شوپنج ده مش قوة دي ده اساسي طبعا او اه فهنا هنا الاهداف مش ملتقى يغم ان هو يبدو من بقى ان هو مشابه بعض دول لما يسافوا مع بعض هيتخنقوا طول الوقت هتبقى السفرية نكت قبل ما نطلع فاصل هلو هو حكالي ان هو راجل بقى يعني اقول ايه راجل لف في الدنيا وعنده تجارب كتيرة ومتعدد العلاقات زمان كتير وكنت مرتبط فلانا وفلانا ومعافش مين كبتجري وراي عارف رسمة بتاعت اول معايد دي فالرسمة دي بقى بتبين بردو شوية حاجات كده في الشخصية فساعات فيه بنات بتفرح ان هو ده كان صائح قوي بس تتابع على ايدي باد بوية ايه الباد بوية الباد بوية فهل الباد بوية ده بيتغير ولا اول ما يحكي في مغامراته النسائية ابعد وجري بصي بما انه بيحكي في اول كراجل بقى اه لا بما انه بيحكي في اول معايد ده تجري فورا تجري يعني ده بالعكس ده من الشياكة لو هي سألته انت كليك علاقات طعف حد يقول لها اكيد هيجي وقت احكيلك ده ويكون ناوي يحكي لها بس محكيش من اللي قال اول مش مش هيكة خالص ولا مزوء انك انت قاعد مواحدة تحكي لها من اول قاعدة وانتوا لسه لسه بتعود بس تديها انت انك ممكن تحكي انه ده موجود انه ما تحكيوش اللي بقى بيقعد يقول ده لا ده اللي بيقول ده مشكلة كدير ساعتين بيحكي في مغامرات ده مش باب من ابواب التفاخر يعني عموما كان باب من ابواب التفاخر يعني بالعكس مجتمعنا العربي اه صح جده خلينا صرح في مجتمعنا العربي الراجل بيتفخر بعلاقاته المتعددة ويعني كده هو راجل ما حصلش ايه الحاجات اللي مفهود نعملها وايه الحاجات مفهود ما نعملهاش وايه العلامات اللي تاخدي بالك منها جدا في الفورس ديت لسه مكملين كلامنا فاصل ونرجع دي او ممكن اتجاوز عن طريق ديت بس يعني حدا اكون انا عرفاه اصلا مش هيبقى صلونات يعني مش حدا يرتبها وانا هنزل اتجاوز عن طريقته انا مش ممكن اتجاوز عن طريق ديت لاني اله ايه بيبقى جوازي اللي هو اسمه صلونات تقريبا صحي كده بيبقى اللي هو ممكن ما يعرفش بعض كويس تمام ما يقفش في تفاصيل بعض ما فيش تفاصيل يعني اللي احنا ممكن اعرفها اللي هو اللي مثلا بيقاننا كتير مع بعض تمام بيكون اعرفها اكتر من عن طريق ديت هو دلوقتي عمتا بيخلو فيه بنت مثلا بيطاعت تتعرف عليه الاول يعني تمام ما كانش فيه اللي هو البنت تتعرف وعيب وكده لكن دلوقتي عادي بيسيبوها تقعد تتعرف عليه وتقعد يعني فيه مقابلة واثنين وثلاثة لو لقيت الدنيا مناسبة ايه المشكلة ايه المشكلة لو هو مناسب لي ان انا اوافق اوه عادي ممكن عدليالس جبتاً عن طريق ديدي ايش مشكلة اه لا مش بفضلها بصراحة يعني انا افضل للتجوز عن حب احسن بحيث ان الحب انك انت اصلا ممكن تتفادى اي مشكلة حصلت بين اي اتنين صعب حد او مرة شوفه فازاي هتجوزه يعني لازم يكون فيه موضوع السنونات بجد صعب قوي حد فجأة كده طب انت تعرف عني ايه ولازم يكون فيه معرفة قابليها ايه مش حاجة وحشة يعني بس هي حاجة حلوة بس لو الامر مع بعض تتناسق خلاص فأكيد يعني حاجة حلوة اه جزمته مش عجبيني مثلاً حاجة غريبة جداً مش فرام اي علاقة الجزمة اه واحدة تقول لك لا اصلي مش عنده دقن مش شرط يعني هو بيبقى الشخصية والاخلاق يعني حاجات غريبة بيحكموا على البني ادم بيها اه امامة العريق العروسة او امامة العريس مش عاكبين بعض فممكن جوازة تفاشك بس هبكت بس لا اغرب حاجات بتحصل بقى اللو هو كان عدد بتاعت زمان بقى طب وريني شعرك طب وريني مش عارف ايه طب مش عارف ايه طب مش عارف ايه طب مش عارف ايه واشيك الحاجات دي من الاول ديت لبسك دوت بنتغيريه صحابك تقطع لك تقبين قال لك ما تعرفين وام شلو لسه عارفين بعض احنا ترى يعني كده دات اسمعتها اسمعتها انه كزا مرة حد يعني عارفهم قالوا لي الموضوع ده بس لكن انا ما زلت جيت قبل كده الاسئلة فجأة شخصية يعني او مرة تنشوفوا بعد يسألوا على فلوس يسألوا الطريقة لبسة غيرها طب انت لسه او مرة تشوفني تغير ايه فحاجات كده ايه موسيقى وزي ما بنتكلم على الراجل متعدد العلاقات في الفورس ديت ان ما ننصحش ابدا الراجل اللي يقعد يترسم بقى بكم بنت عارفها في حياته مية سبعة وسبعين الف ناقص تلاتة خرجوا من تحت ايدي حتى البنت يعني احنا قلنا ده مش محبب اه طبعا في الفورس ديت مش محبب الراجل يقعد اللي هو العلاق الدين يعني مصباح علاق الدين اللي البنات كلها بتجري وراه عشان المصباح يطلع المفاجئات فيه بنات ما بتبقاش فهمة فبتدخل بحاميمية جدا في اول ديت دوت وبتحكي قد ايه حبت فلان حب ما ما حصلش في الكون وانا كنت مرتبطة بفلان وعدت اربع خمس سنين معايا وعملت 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 وبعد كده ترى واتخطبنا ومامته عملت وسوت وتحكي تحكي 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 كل اللي في قلبها فهو بيشوف قد ايه حبت فلان ده فبيغير طبعا بس انا مش هحكم بقى هل ده صح انا لما قد معاه افهمه ان كان فيه حب عظيم في حياتي لا طبعا لا طبعا على حركة يفضل بقى بالعكس بقى الراجل يفضل ست لو كان عندها تجيبة والتجيبة بالذات مؤلمة بالنسبالها ما تحكيش انا بقول كده بس ما لايه البنات ما بتعملش كده لا ما بتعملش كلام ليه انتوا بتعملش كلام ليه بس الراجل فعلا بيغيرم المظلية الراجل استحوازي شوية بمعنى انه هو بيبقى متخيل ان البنت دي منذ نعمة اصفرها بتاعته اه بتاعته وكانت تبقى وعف دبديب وكانت مفروض متستنى حد ما مثلا بعندها 27 سنة ولا حاجة ما تقابلش حد تاني ولا تبص لحد تاني ولا تعجب بحد تاني فكونها انها بتقوله لا ده كان موجود مش بتعجب الراجل خلص ما هو بيسأل ما هو دايما الديد ده يا جماعي بنات خلي بالكو هو بينكشك يعني انت من كتير على فكرة ودايما الراجل دايما الراجل وانت معايا وليد برضو قولي انا صح ولا لأ دايما الراجل بينكش بجملة بسيطة جدا عافيك انا open minded جدا وطبعا كلنا ايوا الفخ لقد وقع في الفخ انا بنقول للبنات لو الشاب او الولد او الراجل ده نصبلك الفخ ده ما تعيش في الفخ ده على فكرة يعني من كل نواحي القيم والاخلاق والدين مفروض ما تقوليش مدام حاجة انتهت خلاص ما تقوليش يعني ما نفعش انا هفتح لك كل خزانة قصائب من اول قاعدة انا منكم مشوفكش تاني بزارة يعني حتى من اللياقة ان انا مسألش انا كرجل مسألش حد عن كل تفاصيل هو فيه ينفع حد اقوله في قاعدة حياتي كلها لا احنا مصريين بنحكي حياتنا كلها في اول قاعدة راجل وستة على فكرة مش بس الستات راجل وستة بيحب كل حاجة كل حاجة بتتحكي كل حاجة او في الكوافير اه يعني كل حاجة بتتحكي حضرت عشان بس ايه اه مرجالة بيحكوها في التاكس وستات بتتحكي في الكوافير عشان تبقى نبقى صرحة مع بعض اه اه بس دي مصح اه مصح وعلى فكرة نعم الامان يعني انا برضو انا بلاحظ الحكاية دي بمناسبة ان الناس تبقى حيصة الناس بتحكي حكاياتها كلها بتبقى لكل الناس وبتبقى عارفة على الحاجات وده مش من باب الامان حتى بعيدا عن الجواز طيب بنت تانية بتسألك لو انا بابايا ومامتي منفصلين وعيشت مثلا حياة صعبة شوية هل المفروض ان انا احكيله ان هم منفصلين وفي بينهم مشاكل ولا ماتكلمش في ده في الفيروس ديت ان ابين ان بابايا ومامتي تمام وعلاقتهم تمام وبعد كده نتكلم النقطة دي مهمة اقول لان كل بيت بيبقى فيه طلاق بيبقى الشاب والبنت الاثنين الراجل والست بيبقوا متاخدين متاخدين ان يقول له مثلا اصلا بابايا متجاوز واحدة تانية او هي تقول له مثلا مامتي متجاوز واحدة تانية اصلا ليه اخ من بابايا او ليه اخت من مامتي فالحتة دي مفروض تتقال ولا ما تتقالش هي مفروض ما تتقالش في الاول بس لو تقالت تتقال الزراعة تتقال من باب ان انا اتعلمت من التجربة دي اتعلمت من تجربة الأب والأم اتعلمت من تجربة اللي شفتها في البيت أن أنا أكون حريص على البيت يعني بصي تاخدي يعني السوء العكسي يعني دلوقتي هو لو بيحكي عن تجربة بابا ومامته ومفصلين هو هيحكي عن ده بس مش هيحكي عن كان بيشوف ايه المشاكل وكان بيقوله البعض بس هيحكي قد ايه ده خلاه حريص على فكرة أنه يحافظ على بيته لما يتجوز أصلا أنا بشوف شباب بيقعد يقول لها ايه أصلا بابايا ومامتي متطلقين وأنا بص بقى هو الزاوية ايه أنا أمي اللي ربت وبابايا كان بيعنفها وبيضربها فاسبوا بعض وحصل مشاكل كتير فلاقي عشان تتعاطف معاه وبعد كده أمي اللي ربت وعشان كده ما قدرش أكسر لها كلمة أبدا هي تعبت معانا كتير وفضلت وقفها بقى معانا أب وأمه بيحكي قد ايه الأم دي عظيمة بس بعد الجواز الشخصية دي ما بيبقاش عظيم خارج لا لا من أول لحظة أنت وانت بتحكي كده أنا عبتهم مش كوي شفت أنا حكيتها لك ازاي ابن أمه رقم اتنين إنه هو ممكن يبقى نموذج من صوت الأب بالزبط اللي هو بيضرب وبيعنف وهو فعلا اللي بيحكي القصص دي وبيطلع ضحية فعلا بيبقى صورة من الأب بعد كده بيسيب مراته برضو في الغالب الشخصيات اللي ما بتقدرش تتجاوز ولسه الموضوع ما أثر فيها بيبقى بس إحنا في الحياة نعمل إيه أنا أصد البنت بقى في القص دي تاخد إن ده علامة إن ده فيه مشاكل لأنه هو هيبين هو شخصية ضعيفة فهتمثل النموذج بس الناس بتتقصب الأب والأم إزاي ببساطة كده أنا بشوف الأب لو أنا شخصيتي قوية ومنصغي وبيتعلم وبيتبقى مستقل حتى لو الأب مش كويس هبقى ضد النموذج مثلا أبوي مش كويس أطلع أب كويس وأطلع زوج كويس لأن أنا عندي شخصية وعندي تفكير إنما لو أنا شخصيتي ضعيفة هتمثل النموذج هعمل زيه حتى لو رفضه حتى لو بكرهه هبقى زيه أكبر أبقى زيه بيبقى زيه وبيطالب بقى الست بعد الجواز إن هي تبقى زي مامته يعني أبوي تجوز على أمي بس ما ثابتوش ما دي مشكلة الأم ما تطلقتش فطبعا الأم إيه ده دي سبرت وقعدت لا ده راح وجيه هي فضلة ربينا ده ما كانش بصرف علينا وأمي اللي اشتغلت وعملت يعني فهو بعد الجواز لو حصل أي مشكلة بيقارنها بأمه فالهو لا أنت مفروضي أتجوز عليك تسكوتي ومفروض ما دكش فيه سواء مش واسيب البيت عادي ومفروضت ربي وانت ساكت عادي فخلي بالك إنه هو بينقل صورة الأم دي في جوازه بعد كده بالضبط والأم عملية له إحلال عملية إحلال مكان الأب أيوة خذ بالك أحيانا بقى هو الزوج أه بقى هو الزوج أيوة فهي بقى هتغير عليه أيوة هتقعد تعمل مكائد للزوجة بالضبط فالحتة دي على فكرة كشفة قوي يعني هي ممكن تكون سلاح زوحة دي ممكن تكون حاجة إيجابية الشخص يطلع كويس جدا جدا حتى لو في خلاف بيدنا الأب والأم أو يطلع بقى اللي هو السواء اللي هو الزوج هو بالنسبة لأمه هي يمثل لها الزوج الغائب اللي اختفى أو الغضر أو اللي بعدها وهو بالنسبة له ما يقدرش يكسر كلمة أمه لأنها الستة اللي شالت كل حاجة فده بيبقى نموذك يا إما يقدر يحتوي أمه يحتوي زوجته هو بقى ناضج بما يكفي لأنه خد تجوبة فيه اختلافات من بدي أو يكون ضعيف بما يكفي هو السلاح زوحة دي ها طبعا لازم ترقض ده يا هو كاره تصرفات والده دي فعمره ما هيعمل كده في حياته فيبقى زوج كويس وهيبان على فكرة وهيبان يا إلا هو بينقل حياة تانية الزوج هتعيش معاناة تانية بالضبط وأنا اللي بقولك إشارة بقى كده مني أنا من إيمان مختار لما تلاقيه كاتب على الموبايل أمي يروح قلبي حياتي عمري كليتي وكبا دي ابعدي عنه نهائي عشان هو هيقع جنب ممتق برضه يعني مش هتاخدي اللقب ده في حياتك صحيح إرضاء الأم حاجة خلق ناكلنا بنردي أمهاتنا بس مش بالمهن عشان الحتة دي دايما نصر الجلة دايما يتاكل على الحتة دي أحيانا يقولك لأ أمي أو سم أمي سم ماشي تظلم شخص معاك وقصها كاملة دي حاجة تانية ولمهالها إزاي بقى زي ما قلنا كده إيه الفخ الأولاني ها اللي هو بتاع الانفتاح فيه فخ تاني يقولك واللي مالوش خير في أمه مالوش خير في حد أمي ده 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 تجنى تحت أقدام الأمهات في عين البنت بقى تبتدي ترجع لورا تقول آه لو أنا قلت له غير كده يبقى أنا ماليش خير في مامتي صحيح صحيح ده الفخ التاني صحيح اجري بسرع اجري يا مكدي أول ما تلاقيه عامل كده مع مامته إبعا إيه دي خالزك أو أمه حولت الزوج يعني أنت قدرت القطي شكل العلاقة بينه وبين أمه يعني مثلا هو قعد معاك في الفرس دي كل شوية أمه كلمة ها إيه الأخبار قعدتوا مع بعضي ساعة جات له تلت مكلمات من ماما أيوة مع السلامة عليكم تاخدي أول تاكسي برة وتمشي شكرا جدا يا وليد شرفتني النهار ده بسي يا أمين وبجد كان حوار جميل جدا 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 مشاهدينا خلصت حلقتنا وأعتقد يعني أنا مش حابة أضيف حاجة في النهاية كل دي علامات الفرس ديت هو جواز الصالونات بس من غير أهل يعني إحنا بنبعدين لوحدين وجواز الصالونات بيبقى الأهل موجودين سواء بالأهل أو من غير الأهل في إشارات لازم بقى نبقى في الزمن ده عشرين اتنين وعشرين نصحين أسكية نقرأ بقى نقرأ شوية نعرف إزاي أنا أكتشف الشخص اللي قدامي البادي لانجوش يعني إيه بادي لانجوش يعني إيه لما يبصت بعينه كذا يبقى كذا يعني إيه لما معرفش إيه يهز رجل ويبقى كذا على الغال ثقافة شوية معلومات بسيطة بس بتفدني في حياتي اللي جاي لازم تفهم البنت اللي أنت رايح تشوفها اللي هتبقى أم ولادك واللي هتفتح بيتك شكلها إيه تعليمها إيه طبعها إيه فيه طباع ما تتعشرش سواء ست سواء راجل فالفورس ديت إحنا أدينا لكم العلامات حاولنا نديكم روشتة كاملة للست وللراجل عشان تقدري من البداية تبقى عارفة هل ده يصلح للزواج ولا لأ بدون مخاطر بدون دخول في علاقة طويلة مرهقة ومتعبة للقلب والأعصاب فمن البداية كده الفورس ديت ده مهم جدا ومهم علاماته جدا 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 أتمنى لكم هابي فورس دي أشوفكم الحرقة الجاية على خير إن شاء الله كنت معكم إمام مختار ويحكى أنه على شاشة القناة الأولى اشتركوا في القناة